ستنطلق الطبعة الثانية من الأسبوع الثقافي الكوري بالجزائر يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين سبتمبر بمنافسة كأس سفير كوريا والكيكيون المبرمجة بقعة حرش حسان المتعددة الرياضات بالجزائر العاصمة هذا ما كشف عليه سفير كوريا الجنوبية بالجزائر هذه الطبعة الثانية التي تبرز الانسجام بين التقليد والعصرنة والتي تنظم تحت شعار مزدوج الجزائر وكوريا الصداقة إلى الأبد وترك سحر كوريا يلهمك ستسمح باكتشاف وجه آخر أكثر نضج وعمق لثقافة كوريا الجنوبية وفلسفتها في السابع والعشرين من الشهر الجاري سيحتضن فندق الأوراسي ملتقى حول النمو الاقتصادي لكوريا والعلاقات الاقتصادية الجزائرية الكورية وخلال الفترة الممتدة من الثامن والعشرين سبتمبر إلى الفاتح أكتوبر سيتم معرض أفلام كوريا جنوبية بقعة ابن خلدون كما سينظم حفل فرقة بوستروك جامبيناس المشهورة في كوريا الجنوبية ومسابقة في التعبير الشفوي للغة الكورية كوريا 2017 ستكون في ثلاث كبعية المفلولة كبعية المفلولة كبعية المفلولة كبعية المفلولة نفس الوالي سبورتيف، نوزلنا تي كوندو 22 و 23 سبتمبر، ستا دير ويكايند، في الصالة أمني راشاك. الجميع المعارضة في هذه الكوبة ستاعد في تي كوندو انترنشنال سيكون في سيول، كل موضوع من الأمور، كوريا. سفيروا كوريا وطاقموا السفارة الكورية الجنوبية بالجزائر، شددوا على أهمية أن تتيح هذه الفعاليات لتكون فرصة سانحة لتعريف الشعب الجزائري بالثقافة الكورية الجنوبية بشكل أكثر.